مرحباً بكم من في هذا الفيديو الذي سيأخذنا في رحلة عبر التاريخ لاستكشاف تواجد للأنبياء ومكانهم وأوقات وفاتهم من خلال هذه الرحلة سنتعرف على بعض الشخصيات الرائعة التي نزلت بها الرسالات السماوية وشكلت أعظم التأثيرات على البشرية الأنبياء هم رسول الله الذين تلقوا رسالاته وأرسلوا لتوجيه البشرية نحو الخير والتقوى يعتبر قصصهم وتعليمهم جزءاً لا يتجزأ من الأديان السماوية الكبر مثل الإسلام والمسيحية واليهودية تاريخ تواجدهم يمتد لآلاف السنين وشهد أحداثاً همة وتأثيرات عميقة على المجتمعات التي عاشوا فيها نبدأ رحلتنا بالنبي آدم أول للأنبياء وأبو البشرية والذي يعتبر أول من طلق رسالة من الله ومن ثم سنستكشف تواجد الأنبياء الكبار مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعاً سنتعرف على الأماكن التي عاشوا فيها ونتتبع خطواتهم المقدسة مثل مكة والمدينة المنورة والأرض المقدسة في فلسطين سنتذكر الأحداث الهمة في حياتهم وسنستكشف تأثيراتهم على المجتمعات التي عاشوا فيها وكذلك على العالم بأسره ومع كل قصة سنرى كيف اجتمعت الرحمة والحكمة في تعليمهم وكيف أثرت هذه التعليم على الناس وشكلت سلوكهم واعتقاداتهم نبدأ أولاً بآدم عليه السلام الذي كان تاريخ بعثته بين خمسة آلاف وثمانماء إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد خلق الله تعالى آدم ثم ادخله وزوجته حواء إلى الجنة ولكنه نهاهما عن أكل شجرة معينة وحضرهما من الشيطان الذي أغواهما أن يأكل من تلك الشجرة فأكل منها وعقب ذلك إهباطهما من الجنة إلى الأرض يعتقد أنهما أهبطا في الهند أو ربما في جزيرة العرب وقيل أنه توفي في الهند وآخرون يرون أنه توفي في مكة ثانياً إدريس عليه السلام تاريخ البعثة بين أربعة آلاف وخمسمائة إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ولد في العراق القديم كانت لإدريس حكمة ومعرفة خاصة وهو أول إنسان يكتب بالقلم وكان يعتبر رمزاً للعلم والتعليم وأمضى وقتاً طويلاً في السماء حيث تلقى المعرفة والحكمة من الله ورفع إدريس إلى مكان عال بسبب حكمته وتقواه ثم قبض في السماء السابع ثالثاً نوح عليه السلام تاريخ البعثة بين أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ولد في جنوب العراق وتوفي في مكة وعاش عمراً طويلاً كما هو مذكور في القرآن وأهلك الله قومه بالطفان العظيم رابعاً هد عليه السلام تاريخ البعثة ألفين وأربعمائة سنة قبل الميلاد ولد في منطقة الأحقاف عمان وشرق اليمن وتوفي في شرق حضر موت خامساً صالح عليه السلام تاريخ البعثة ألفين ومائة سنة قبل الميلاد ولد في منطقة الحجر شمال المعلى وتوفي في مكة سادساً إبراهيم عليه السلام تاريخ البعثة ألف وتسعمائة سنة قبل الميلاد ولد في أرض العراق وتوفي في الخليل بفلسطين سابعاً لوط عليه السلام تاريخ البعثة ألف وتسعمائة سنة قبل الميلاد ولد في قرية سدم عمورة جنوب البحر الميت وتوفي في قرية صفرة بالشام ثامناً إسماعيل عليه السلام تاريخ البعثة ألف وثمانمائة وخمسين سنة قبل الميلاد ولد وتوفي في مكة تاسعاً إسحاق عليه السلام تاريخ البعثة ألف وثمانمائة سنة قبل الميلاد ولد وتوفي في الخليل بفلسطين عاشراً يعقوب عليه السلام تاريخ البعثة ألف وسبعمائة وخمسين سنة قبل الميلاد ولد في الشام وتوفي في الخليل بفلسطين الحادي عشر يوسف عليه السلام تاريخ البعثة 1715 سنة قبل الميلاد ولد في مصر وتوفي في نابلوس بفلسطين الثاني عشر شعيب عليه السلام تاريخ البعثة 1500 سنة قبل الميلاد ولد في مدين شرق خليل العقبة وتوفي في مدين شرق خليل العقبة بالأردن الثالث عشر أيوب عليه السلام تاريخ البعثة 1500 قبل الميلاد في سهل حوران سوريا ومات في سهل حوران سوريا ويعتبر أيوب من الأنبياء الصابرين حيث ابتلي بالمحن والألم الجسدي والنفسي ولكنه ظل مؤمنا بالله وصابرا الرابع عشر ذو الكفل عليه السلام تاريخ البعثة 1460 قبل الميلاد في سيناء في مصر ومات في أرض أتيه شمال سيناء وقيل أنه هو نفسه الخضر عليه السلام وكان يتمتع بالعلم الخاص من قبل الله الخامس عشر موسى عليه السلام تاريخ البعثة 1450 قبل الميلاد في سيناء بمصر ومات في أرض أتيه شمال سيناء بمصر وكان موسى النبيا عظيما وقائدا لبني إسرائيل وخرجوا من مصر ومروا في بحر العقبة لكنهم لم يدخلوا بزمنه الأرض المقدسة السادس عشر هارون عليه السلام تاريخ البعثة 1450 قبل الميلاد بعث في سيناء ومات في أرض أتيه شمال سيناء بمصر السابع عشر داود عليه السلام تاريخ البعثة 1010 قبل الميلاد بعث في فلسطين ومات في بيت المقدس بفلسطين كان نبيا وملكا عظيما في بني إسرائيل بعهده أدخلوا الأرض المقدسة وبنوا الهيكل المقدسة في القدس وكان له موهبة الموسيقى وكتب العديد من المزامير الثامن عشر سليمان عليه السلام تاريخ البعثة 970 قبل الميلاد بعث في فلسطين ومات في بيت المقدس بفلسطين كان مشهورا بحكمته وفهمه العميق وإدارته المثل للمملكة الذي لم يؤتى أحد مثلها التاسع عشر إلياس عليه السلام تاريخ البعثة 870 قبل الميلاد في بعلبكة بلبنان ورفعه الله كان إلياس نبيا بارزا في بني إسرائيل خلال فترة زمنية مضطربة وقد دع الشعب للتوبة والعودة إلى الله ومحاربة عبادة الأصنام وهو عم اليسع العشرون إليسع عليه السلام تاريخ البعثة 830 قبل الميلاد في دمشق ومات في فلسطين وهو تلميذ لعمه النبي إلياس وقد ورث النبوة من معلمه وأكمل مهمته في الدعوة ومن معجزاته إحياء الأموات وتنقية المياه الواحد والعشرون يونس عليه السلام تاريخ البعثة 780 قبل الميلاد في نينو بالعراق ومات في نينو بالعراق أرسله الله إلى مدينة نينو لدعوة أهلها إلى الله ولكنه هرب من مهمته الأصلية وبعد أن ألقي به في البحر تم ابتلاعه من قبل الحوت وبقي في بطنه لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم إخراجه سالما وقد أدرك يونس خطأه وقام بالعودة إلى مهمته ودعوة الناس للتوبة الثاني والعشرون زكريا عليه السلام تاريخ البعثة سنة اثنين ميلادية في فلسطين ومات في حلب وقد دعا الله لإعطائه طفلا في شيخوخته على الرغم من عقم زوجته وولد له ابنه يحيى الثالث والعشرون يحيى عليه السلام تاريخ البعثة ثمانية وعشرون ميلادية في فلسطين ومات في دمشق الرابع والعشرون عيسى عليه السلام تاريخ البعثة تسعة وعشرون ميلادية في فلسطين رفعه الله ولم يقتلتن بل سيعود في المستقبل القريب قبل يوم القيامة الخامس والعشرون محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ البعثة ستمائة وعشرة ميلادية في مكة ومات في المدينة المنورة هو النبي الأخير والخاتم للأنبياء في الإسلام وقد كان رسول الله الذي بعث به الله لتوجيه كامل للبشرية إلى الإيمان بالله الواحد وتعاليم الإسلام التمة لكل ما فيه مصلحة للبشر في الدارين وتعتبر سنته وسيرته النبوية مصدر إلهام وتوجيها للمسلمين في جميع جوانب الحياة سواء في العبادة، الأخلاق، العلاقات الاجتماعية، والعدل والرحمة هؤلاء الأنبياء والرسل هم رموز الإيمان والسمو والقدوة الحسنة قصصهم تحمل في طياتها العبر والدروس التي يمكن أن تلهمنا جميعاً في حياتنا اليومية في الفيديو القادم سنستكمل رحلتنا لاستكشاف حياة وتعاليم الأنبياء وتأثيرهم العميق على العالم ترقبوا المزيد من المعلومات الشيقة والمثيرة في الفيديو القادم ولا تنسوا الإعجاب والاشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد